وزي ما قلت في البداية ان النهاردة بنتكلم على تأثير الاضطرابات النفسية نفسيتنا والمشاكل اللي بتحصل لنا والسترس والضغط اللي احنا عايشين فيه تأثيره على جسمنا نركز نشوف الصلة احنا النفسيات والضغط وان انا متضايقة وان انا مخنوقة وان انا مضغوطة وكل اللي بيحصل لي ده النهاردة انا معيكو عشان نعرف كل الضغط ده بيأثر ازاي بقى علينا عضويا على جسمي ايه اللي بيحصل لي معانا في الستوديو الدكتور محمد عواض واستاذ جراحة المخ والاعصاب كل ايه تب جامعة عين شمس انا وسلم فاني وزاحتتك مشاكل كتير قوي بنعيشها اليومين دول وضغوط كتير قوي بين يومين دول بقينا بقى نسمع حاجات غريبة بقى في الامراض يعني فجأة تكلم حد صاحبك قالوا لا ده ما نام مقامش كان متضايق مثلا ضغط وطي بشكل مستمر تلاقي حد قاعد معاك في الشغل فجأة ما فيوش حاجة لكن داخ وقع بعد كده نودي المستشفى يقولك لا اصلا ده ضغط وطي ده واضح انهم متضايق ناس تانية بيجي لها بضغط عالي قوي اعرف بقى ايه الاشارات تحت المخ اللي بتقول ان انا متضايق اللي بيحصلين كده وهنازم نعرف دولي المخ بيفكر ازاي حالو المخ ده عبارة عن مكون عضوي ولكن بتحكم انشطته تفاعلات كيميائية يعني فيه تفاعلات كيميائية بتحصل هي اللي بتفسر المخ دي كل الاشارات وال الحاجات اللي حولينا بتتحول لاشارات وبتخش فيه معادلات معينة وتدي اشارات كيميائية او التفاعلات كيميائية بتقدي الى اوامر المخ بتدي يعبر عن استجابته او تفاعله باللي حوليه طيب نقول إشارة إشارة يعني أنا دلوقتي لما يكون مضغوطة قوي مضغوطة قوي ومتضيقة وموقف حصل لي ومش عارفة أخذ حقي فعمل تضغط في نفسك ده الإحساس ده بيدي إيه للمخ المخ ده وضع زي وضع تهديد أو وضع إن الإنسان فيه مش مبسوط أو وضع إن الإنسان فيه محتار حيبتدي يطلع بعض التفاعلات كرد فعل ليه الحكاة دي اللي هو استجابة المخ المخ طبعا بيتأثر في كل وظائف الجسم بيتوصر القلب في الكلا في الجهاز الهضمي بيأثر في كل حاجة من أشهر الحاجات اللي بتتأثر بسرعة الجهاز القلب والجهاز الدموي فبتدي المخ يطلع إفرازات معينة الحاجات دي بتخلي القلب ينبط بسرعة عالية الإنسان يحس إن قلبه بينبط كتير جدا ممكن يحصل تغيرات في الجلد ووشه يحمر يبتدي يسر عليه علامات دي كلها أثار للإنفعال أو ردة فعل للمخ أو للإنسان على جهاز الجسم المختلفة الوضع ده ممكن وضع مؤقت ومقبول زي مثلا اللي عنده مقابلة أو عنده امتحان شفوي في بعض التغيرات بتحصل يجيله مغس يلاقي ضربات قلبه سريعة يحس إن نبضه سريع ده كله مقبول لكن في بعض الأوقات بيبقى ردة فعل الإنسان نتيجة الموقف لتعرض له زيادة عن اللزوم أو الإنسان مش قادر يتأقلم مع الحل وساعتها فيه ناس بتفقد الوعي دي احنا بنسبيها يعني نوبات نتيجة إن ضغطه قل جدا 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 أو تبقى نوبة انفعالية هو بيفتعلها علشان يهرب من الواقع اللي هو فيه ده في الوضع الحاد لكن وضع ده هو استمر فترات طويلة يعني أنا حطت إنسان تحت ظروف قهرية أو ظروف توترية فترات طويلة ممكن التغيرات اللي بتحصل مؤقتا دي تبقى تغيرات دائمة وده اللي احنا بنشوفه الناس اللي هي وظيفهم صعبة أو عندهم ظروف صعبة يبتدي يعاني من ارتفاع ضغط الدم نتيجة إنه على طول جسمه ناشط وفيه الأدوية أو المواد الكيميائية اللي بتؤدي إلى إن الضغط بتاعت الدم يعلى ويتحول يبقى مريض ضغط دم هو بيبقى غالبا عنده استعداد ولكن الظروف المحيطة بتخلي الحاجة دي تبتدي تظهر وزي ما بتأثر في حاجة زي كده ممكن تأثر في وظافة الجسم الهرمونية وأشهرها هرمون الإنسولين يبتدي الإنسان نتيجة التوترات أو الظروف البيئية المحيطة به يتحول يبقى مريض سكر ويبقى عنده مشكلة في الإنسولين ويزرع ليه أعراض السكر والاتنين دول الضغط والسكر يتأثر على الجهاز العصبي ممكن يكون الجهاز العصبي هو السبب في أنه هما ظهروا وهم لما يظهروا يبتديوا يأثروا عليه سلبا زي ما نسمع تصلب الشرين وكده وده بيأثر طبعا على الدورة الدموية ويعمل مشاكل منها النزيف والجلطات